لو عايز تحدد نوع مرض سكري في الشخص اللي عنده ارتفاع في مستوى جلوكوز الدم أو سكر الدم واللي بنسميه هايبرجليسيمي هل عنده النوع الأول من مرض السكري واللي بنسميه طايب 1 ديابيتس ميلتس واللي عنده النوع الثاني من مرض السكري واللي بنسميه طايب 2 ديابيتس ميلتس بنستخدم تحليل مهم جدا للتفريع بنسميه أنتيجاد تست تحليل الأنتيجاد تست بيقدر يفرق ما بين النوعين لمرض السكري كمان الأنتيجاد تست بيقدر يكتشف مخاطر الإصابة بمرض السكري من نوع الأول في الأشخاص اللي السكر الدم عندهم طبيعي يعني ما عندهمش زيادة في جلوكوز الدم ولكن معرضين لحدوث مرض السكري وخاصة الأطفال لو فيه تاريخ مرضي في العائلة أو أكتر من شخص في العائلة مصاب بمرض السكري وبالتالي اختبار الأنتيجاد تست مهم جدا لمرض السكري كمل مشاهدة الفيديو للنهاية عشان تعرف إيه علاقة التحليل بمرض السكري ومدى دقته في اكتشاف المرض وكمان إزاي بنقيسه داخل المعمى الأنتيجاد تست بنسميه الأنتيجاد أوتو أنتيباديس أو جاد 65 أنتيباديس وهو اختصار جلوتاميك أسد ديكاربوكسيليز أوتو أنتيباديس الأجسام المضادة الموجهة ضد إنزيم نازع كاربوكسيل حمض الجلوتامي السامبل اللي بنستخدمها سيرم أو بلازمة بمعنى إنه تحليل معملي يجرى على عينة الدم بنجمع عينة الدم وبعد كده بنفصل عينة السيرم أو البلازمة وبنعمل عليها الاختبار النورمال فاليو أو النسبة الطبيعية بيبقى للزان 5 يونت بير ميليليتر أقل من 5 وحدات بير ميليليتر زيادة الأجسام المضادة اللي هي الأنتي جاد أوتو أنتيبادي بتدول العالم رقم واحد الإصابة بمرض السكري من النوع الأول لأن الأجسام المضادة موجودة في حوالي من 70% لـ 80% من المصابين بالسكري من النوع الأول وبتبقى موجودة في بداية ظهور الأعراض وتشخيص الإصابة بمرض السكري من النوع الأول وبالتالي تحليل الأنتي جاد بيقدر يفرق مبين أنواع مرض السكري في الأشخاص اللي عندهم أعراض وزيادة في سكر الدم اللي احنا نسميها الهايبر جليسين رقم اثنين زيادة الأجسام المضادة اللي هي الأنتي جاد أوتو أنتيبادي كمان بتبقى موجودة في الأشخاص اللي ما عندهمش أعراض مرض السكري يعني سكر الدم طبيعي وده بيدينا مؤشر على زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الأول نتيجة لأنه بيبقى فيه التراو في المناعة الذاتية لأن الأنتي جاد أوتو أنتيباديز بتظهر وبتزيد في الدم قبل الإصابة بمرض السكري من النوع الأول بفترة طويلة بسنوات بمعنى أن الشخص ما عندهش أعراض وسكر الدم بيبقى طبيعي ولكن الأجسام المضادة بتبقى زايدة وده بيدل على أن الشخص في خطر لأنه غالبا بنسبة 80% سيصاب بمرض السكري من النوع الأول وخاصة الأطفال والمراهقين واللي بيبقى عندهم تاريخ مرضي في العائلة أو بيبقى فيه أكتر من شخص مصاب بمرض السكري في العائلة كل ما تزيد الأجسام المضادة وتستمر لفترة طويلة بتؤدي إلى تدمير تدريجي في خلايا البيتا الموجودة في البنكرياس والمسؤولة عن إفراز الإنسل علشان كده بيقل عدد خلايا البيتا معلوات وبتؤدي في البداية إلى مستوى مضطرب لسكر الدم اللي احنا بنسميه ديسجليسيمي يعني شوية تلاقي سكر الدم طبيعي وشوية بيبقى أعلى من الطبيعة بعد كده أما بيقل عدد خلايا البيتا بشكل كبير في الحالة دي مستوى الجلوكوز في الدم بيعلى بشكل كبير جدا اللي احنا بنسميه الهايبرجليسيميا وبيظهر معاها أعراض مرض السكري من النوع الأول رقم ثلاثة الانتيجاد انتيباضيز كمان بتزيد وتبقى موجودة في مرض السكري الكامن ذاتي المناعة لدى الكبار خاصة إذا كان وزن الشخص مش زايد يعني ما عندوش سمنة وبيكون سنه فوق 30 سنة مرض السكري الكامن ذات المناعة لدى الكبار هو عبارة عن حالة مرضية أعراضها بتبقى مشتركة ما بين السكري من النوع الأول والسكري من النوع الثاني في البداية بيظهر المرض على أنه النوع الثاني من مرض السكري لأنه بيظهر بشكل تدريجي والإنسولين بيقل بشكل تدريج لكن طبعا هو بيختلف عن السكري من النوع الثاني لأن سببه بيبقى خلل في المناعة الزاتية وعشان كده الانتيجاد انتيباضي بيتبقى موجودة ومستواها عالي وبتؤدي إلى توقف خلايا البيت عن العمل وعشان كده الانسولين بيقل بشكل سريع عن السكري اللي بيبقى من النوع الثاني عشان كده المريض بعد فترة من العلاج بأدوية النوع الثاني بيحتاج أن هو يتعالج بالانسولين لأن في الحالة دي الانسولين بيبقى قليل جدا وبالتالي مرض السكري الكامل ذاتي المناعة لدى الكبار هو نوع متوسط ما بين النوع الأولاني والنوع الثاني بمعنى أنه هو سببه خلل في المناعة زي السكري من النوع الأول ولكن أعراضه بتبع مشابهة للنوع الثاني لأنه بيظهر بشكل تدريجي والانسولين بيقل بشكل تدريجي ولكن في النهاية الانسولين بيقل بشكل كبير جدا ولازم المريض يتعالج وياخد انسولين ما هو الجاد؟ وإيه علاقته بمرض السكري أو الديابيت اسماله؟ الجاد عبارة عن إنزيم بيحول الجلوتاميك أسد إلى مركب بنسميه جاما أمينو بيوتيريك أسد وبنختصره بيه الجابة والإنزيم ده موجود في خلايا البيتا في البانكرياس وأماكن أخرى في الجسم والجابة اللي تتكون بتتخزن فيه خلايا البيتا بعد كده بتتفرز عند الطلب وبعد ما تتفرز بتأثر على خلايا البيتا نفسها يعني خلايا البيتا هي اللي بتفرزها وكمان بتتأثر بيها بعد ما تفرزها ومركب الجابة له تأثيرات مهمة جدا لخلايا البيتا وهي رقم واحد بتشجع خلايا البيتا للانقسام وتجديد نفسها رقم اثنين بتحمي خلايا البيتا من الموت المبرمج واللي بنسميه الإبيبتوزيس رقم تلاتة بتشتغل كمضاد للالتهاب عشان كده بتمنع أو بتقلل التهاب خلايا البيتا رقم اربعة بترفع مستوى إفراز الانسولين وبتقلل إفراز هرمون الجلوكاجون واللي له تأثير مضاد للانسولين لإنه بيعلي سكر الدم وبالتالي كل تأثيرات الجابة بتمنع حدوث مرض السكري عشان كده بنسميها لها انتي ديابيتك افكت انزيم الجاد له شكلين او اتنين ايزو انزين النوع بنسميه الجاد 65 والنوع التاني بنسميه الجاد 67 الاتنين مختلفين في التركيب والوزن وموجودين الاتنين مع بعض داخل الخليف ولكن الجاد 65 مهم اكتر لخلايا البيتا عشان كده النوع ده اللي بنقيسه وعلشان كده احنا بنسمي الاختبار انتي جاد 65 الاجسام المضادة اللي بنتجها الجسم في حالة اضطراب المناعة الزاتية ضد انزيم الجاد عبارة عن بروتينات بينتجها جهاز المناعة بسبب خلل في جهاز المناعة لانه بيعتبر الجاد جسم غريب الانتي جاد اوتو انتي باديس بتحاجم البنكرياس اللي فيه خلايا البيتا لان فيها طبعا انزيم الجاد وبتكسرها كل الاجسام المضادة بتدخل الخلية وتحاجم انزيم الجاد وطبعا نتيجة ليه توقف انزيم الجاد بيتوقف انتاج الجابة عشان كده كل تأثيرات الجابة على خلايا البيتا وجهاز المناعة بتبقى مش موجود وبالتالي كل خلايا البيتا بتتكسر وبتؤدي الى حدوث مرض سكري من النوع الاول نتيجة لخلل المناعة الذاتية طريقة اياس الانتي جاد اوتو انتي باديس بيتم اياسها عن طريق اختبار الالايزا واللي بيقدر يحدد كمية الانتي بادي في السيرم او البلازم وبنستخدم نتيجة التحليل لتشخيص مرض السكري من النوع الاول الاختبار باختصار عبارة عن ايموبالايز جاد خمسة وستين بعد كده بنحط عليها السامبل بعد كده البايوتين لابل جاد خمسة وستين بعد كده السريبتا فيدين بعد كده بنعمل انكيوباشن وبنحط السابستريت واللي بيدينا نحط الانتيجة في الكالر بنيسه عند ربعمائة وخمسين نانوميتر وده بدينا انديكيشن على كمية الانتي بادي الموجودة في السيرم او البلازم اشتركوا في القناة